قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدم الدكتورة باسم السمعان حلقة جديدة ومتميزة وعنوانها مفاتيح النعمة حيث صدف البرنامج في الستوديو سيادة المطران يوسف متة رئيس أبرشية عكا وحيفا والناصر وسائر الجليل للروم الكاثوليك فتحدث سيادته عن أثر النعم المتكررة الآتية عن طريق اليسوع من خلال الروح القدس حيث أكد المطران متة أن النعمة هي حضور الله بيننا لكي يستمر عمل الخلاص فإلى هناك نتحدث على موضوع نعمة ربنا مفتيح النعمة مفهوم النعمة بحياتنا لأنه أحيانا كثيرا نحن نسمع كلمات بس ما منفهم شو معناها الحقيقي وإيش أثرها في نفوسنا كمؤمنين نقول نعمة بالنعمة والنعمة شو هي النعمة؟ معطاكي في النعمة؟ كيف باخد النعمة؟ هل أنا عايش في النعمة؟ مش عايش في النعمة؟ ما هي النعمة؟ تعريف النعمة بحياتنا فسيدنا أنت كنت في اختيار الموضوع لأهميته وأنت مدرك أهميته لنفوس البشر فتخبرنا عن النعمة طبعا قبل أن نفوت في تعريف النعمة قصة الله اللي بلشنا في هذا اللقاء هي للروح القدس وفي الأخير منقول وخلص أيها الصالح نفوسنا هذا الحضور الإلهي في حياتنا نحن كمسعيين هذا هو أساس النعمة أن يكون الله حاضر فيك أن يكون الله عايش فيك وبالتالي أنت تعكس صورة الله وتعكس تعليم الله نحو الخارج هذه النعمة والسيد المسيح عندما تكلم عن الحياة الأبدي لأن نكون مع الله حكى أن نعرف الله والذي أرسله يسوع المسيح فالنعمة الإلهية التي تأتي من الله الآب أتتنا بيسوع المسيح الذي أعطانا نعمة الخلاص بعد أن كنا أموات بالخطيئة صالحنا الله بابن يسوع المسيح وهذه النعمة متكررة ودائمة واستمرارية من خلال حضور الروح القدس فينا فهذه الثلاثية التي نؤمن فيها بالأخير هو الله واحد عبارة عن طريق نحن منعيشها نحن مخلوقين على صورة الله وهذه النعمة الأساسية التي فيها خلقنا أن نكون على صورة الله ومثاله هذه الصورة بعد أن تشوهت لعدة أمور أتانا السيد المسيح بنعمة أخرى أن يجدد هذه العلاقة كأبناء مع الله تعالى وبالتالي هذا التجديد هو مستمر لأننا بشر وضعفاء هناك الروح القدس الذي يقوينا ويدعم بالأخير حضور الله فينا لكي نستمر على هذه الحياة وبالتالي نصل إلى تلك اللحظة التي فيها نرى الله وجها إلى وجه كما يقول بولوس الرسول أنتظر أن أعطق من هذا الجسد لأشاهد وجه الله أنت ذكرت سيدنا أننا خلقنا بنعمة ربنا يسوع المسيح على صورة الله ومثاله لكن هذه النعمة التي أعطيت لنا وقت الخلق خلق الإنسان وسقوطه في الخطيئة فقد هذه النعمة وأعطيت لنا من جديد بخلاص يسوع المسيح المخلص على الصليل رجعت لنا هذه النعمة وأعطيت لنا من هو المخلص بنعمة ربنا يسوع المسيح؟ هو من آمن بيسوع المسيح وبتجسده وموته وقيامته في الصليل المقدس؟ فمن لا يؤمن بهذا الشيء؟ هل تلح له النعمة؟ طبعا بمأننا نحن مخلوقين على صورة الله كل إنسان مخلوق على صورة الله في داخله هناك شوق لأن يعود إلى هذه الصورة الجميلة التي خلق فيها طبعا من آمن واعتمد يخلص وهذا الحديث سيد المسيح في الكتاب المقدس فالإيمان بيسوع المسيح يعطينا أن ندخل إلى هذه الحياة كل من لم يعطى هذه الإمكانية نشره للنعمة الإمكانية لأن يتعرف على المسيح ويؤمن فيه ويدخل في هذه الحياة التي بالأخير توصلنا إلى الله تعالى وترجعنا لأن نكون من جديد بشر أبناء الله تعالى له بالأخير القرار وهذا اللي حق لناه بالأول كيف يعيش الإنسان قراره بالأخير كيف يعيش الإنسان بهذا الموضوع ومن هنا منبلش نشوف كيف الإنسان باختياراته الإنسان الذي لم يختار السيد المسيح ولم يعيش مع السيد المسيح بالأخير هو حاصل على النعمة لأنه مخلوق على صورة الله كيف يعيش هذه النعمة من خلال دينه من خلال جماعته المؤمنين من خلال هذا بالأخير يجعله أن يصل أو لا يصل إلى حضور الله فيه في كتير الناس ليس مسيحية ولكن تشوف فيهن حضور الله من خلال علاقته من خلال حديثه من خلال عطائه من خلال حتى مثالهن في مكان عملهن أو في أي مكان آخر يستطيع الإنسان فعلا أن يشاهد حضور الله فيه حتى لو هو مش مسيحي فبغلص بيحكي فيها كل واحد عنده شريعة هاي شريعة أغطيت من الله كيف نتعامل مع هاي شريعة الذين لا يؤمنون شو يعني هن مصير هن جهنة لا هن أيضا مدعوين للخلاص إلى أن يكتشفوا هذا الخلاص بإيمان يسوع المسيح وهنا هاي النعمة اللي هن لازم يفتشوا عليها عشان يقدروا يعيشوها وبالتالي ينتقلوا إلى المرحلة الأخرى ليكونوا مع المسيح نعم أحيانا التراخي التراخي في إعطاء المعلومة أو إعطاء التعليم أو إعطاء الإرشاد مثلا نعطي مثلا الصوم مش إجباري نما منقول يعني الكهنة يقول لك إنه هذا إشي مش إجباري لكن الصوم نحن بناء على صوم السيد المسيح لأن ما نذكر بالكتاب المقدس إنه لازم تصوموا عشان تخلصوا لازم كذا في كتير قراءات وآيات في الكتاب المقدس إنما هذا الجيل ما إله إلا الصوم والصلاة فالصوم يسوع المسيح مع أنه مش بحاجة إلى الصيام صام بس ما قال لنا أنه صوموا التلميذ لما كان الشعب اليهودي صايم قالوا أنت تلميذك مش عم صايمين قال لهم كيف بدهم يصوموا وما دام العريس معهم وكان هاي قراءة الأسبوع الماضي لكن متى ما رفع لهم العريس يعملوا لبدهم إياه بدهم يصوموا كذا فلم يعطوا إنه فريضة أو واجب أو كذا الجيل الحالي الشباب بطلوا لا يصوموا ولا يحفظوا لسانهم ولا يحفظوا قلبهم وراحت الشغلة بيجي الموسم الزمن الأربعيني سيدنا لا بتذكروا إنه في صيام ولا بتذكروا في جمعة محرم علينا يوك نوكل اللحوم ولا بتذكروا حتى الأمهات صاروا ليه لأنه عم بيسمعوا الشباب من الكنيسة أو من الأباء الكنيسة لما بيخففوا بيخففوا عن ناس عن موضوع الصيام بيخففوا عن الناس لا كل البدكية مش مهم من نهو تصوم عن الشوكولاتة تصوم عن السوشال ميديا تصوم عن مثلا العمال الدخان سعتين زمان تصوم كذا غير مفهوم الصوم من الأكل إلا أشياء مثلا عم بتمارسها الكنيسة عندما رتبت كل موضوع الصلاة والصوم وما إلى ذلك حتى القداس الإلهي القداس الإلهي ما كان موجود في الكتاب المقدس كان العشاء الأخير ومن هناك انطلق ما يسمى القداس أي الذبيحة طب منين أجلنا القداس طالبات سلامية ودورة وغير شيء إذن على أساس الكتاب المقدس على أساس بعض الآيات من الكتاب المقدس تم ترتيب القداس الإلهي على أساس كلمات تخص الصيام إن كان السلمسيح الذي لم يكن بحاجة أن يصوم ولكن صام بطبيعة البشرية لكي يعطي للإنسان المؤمن مسيري في الصوم أنت تجرب أنت تجرب بهذه الأشياء وعشان تقدر تتغلب على هذه الأشياء يجب أن تصوم يجب أن تجلد نفسك يجب أن بإرادتك تتخلى عن هذه الأمور إذن بناء على الكتاب المقدس وما علموا السيد المسيح أشت الكنيسة ورتبت موضوع الصيام كما رتبت عدة أمور أخرى كما رتبت الكتاب المقدس لائحة الكتاب المقدس الكنيسة طبعا الكنيسة بشكل عام نحن نحكي رتبت هذه الأمور وبالتالي الصيام هو نظام داخل الكنيسة الكنيسة حاصلة على هذه النعم لا تعطيها للبشر بالضبط فيه نظام هلأ التراخي في اتباع هذا النظام في الصيام يعني الصوم الكامل عن المأكل والمشرب من 12 المساء يعني نصف الليل إلى نصف النهار الظهرية هذا نظام الانقطاع بشكل كامل عن اللحوم وكل المشتقات الحليب وكل فترة الصيام قضية السمك ومش سمك صاروا يحللوا ومش يحللوا بس موضع دكائن يعني كمان حتى بهذه الأمور صرنا نأخذ ونعطي فيها صيام موجود إيرادتك وكينا عنها كيف أنت عم بتعيش هذا الشيء بإيرادتك هل تختار هذا الشيء أم تختار الشيء الأسهل وزرحت الشيء الأسهل ماناته حتى حتى الثمرة اللي راح تأخذها من هذا الصيام مش راح تكون فيها نتيجة